عدنا مشاهدينا من جديد وإلى موضوع آخر من مواضيع أمسية الليلة حيث نصلط الضوء في هذه الفقرة الدورية على جمعية أصدقاء السكري هذه الجمعية التي تلتزم بتقديم برامج نوعية لتوعية المجتمع والمصابين بداية السكري وعائلاتهم وذلك عن طريق تقديم الدعم لهم بكافة أوجه هذا الدعم سواء العلاجي والمعلوماتي والنفسي والاجتماعي نتعرف أكثر عن آلية هذا الدعم المقدم وأهمية مثل هذا الدعم في مجتمعنا من خلال ضيفتنا في الستيديو وهي الدكتورة فاطمة عبد الرحمن الزرعوني عضو في جمعية أصدقاء السكري مساء الخير دكتورة نسان نور يا هلا ومرحبا فيكم وأشكركم على هذه الاستضافة العفو الله يسلمك بداية يعني ما هو دور جمعية أصدقاء السكري والجمعيات الأخرى والمؤسسات الأخرى الداعمة للصحة وأهميتها كذلك في المجتمع نعم رح تحدث في البداية عن الجمعيات الداعمة للصحة وكيف مهم أن يكون عندنا في مجتمعاتنا مثل هذه الجمعيات التي تقدم وتخدم كافة الخدمات التي نحرص من خلالها على صحة أفضل للمجتمع ولكافة أفراد المجتمع الآن مسؤولية الصحة مش فقط دور وزارة الصحة أو الهيئات الصحية فقط المؤسسات المختلفة في الدولة ومن ضمنها الجمعيات الداعمة للصحة أيضا تلعب دور أساسي ودور كبير وتكامل مع المؤسسات الصحية ومع وزارة الصحة والهيئات الصحية الجمعيات الداعمة للصحة تقدم الوعي تقدم المعرفة لكافة أفراد المجتمع تقدم كيفية أن نتوجه ونتبع أنماط حياة صحية وسلوكيات صحية نستطيع من خلالها أن نصل لوقاية أنفسنا ووقاية عائلاتنا ووقاية المجتمع من أمراض مختلفة منتشرة ونقلل نسبة انتشار كثير من الأمراض فالجمعيات هذه دورها جدا كبير وأساسي مثل ما قلت تكاملي مع المؤسسات الصحية الثانية نحن أيضا في جمعية أصدقاء السكري نلعب هذا الدور جمعية أصدقاء السكري جمعية تقدم الدعم لمرضى السكري ولمرضى السكري بشكل عام تأسست في عام 2009 ومنذ ذلك الحين نقدم خدمات وبرامج مختلفة نصل فيها لمريضى السكري لنقدم له كافة التسهيلات وكافة الخدمات والبرامج لنسعى من خلالها نحن ندعم هذا المريض السكري وحتى الأشخاص الأصحاء كيف نحن نوعيهم ونثقفهم ونصل إليهم في وقت مبكر قبل أن يصابوا بالسكر فالدور الذي تلعبه جمعية أصدقاء السكري وجميع الجمعيات الدعم للصحة دور أساسي ومهم جدا في كل مجتمع لا شك يعني في مقدمة هذه الفقرة الإعداد ركز على كلمة الدعم وربما تكررت ثلاثة مرات الدعم التي تقدم الجمعية أصدقاء السكري للفئة المستهدفة ما هو هذا النوع أو ما هو نوع الدعم المقدم؟ نعم الآن مريض السكر يعني يحتاج كافة الخدمات وكافة البرامج والفعاليات الذي يستطيع من خلالها أنه يتعايش مع المرض المصاب فيه ويتأقلم ويستطيع أن يدير المرض بشكل متكامل فالدعم الذي يحتاجه يحتاج دعم نفسي يحتاج دعم معنوي من كافة العاملين في هذه الجمعية وكافة الأعضاء المنتسبين الجمعية يحتاج أيضا أن نقدم له المعرفة والوعي عن مختلف الأمور والعوامل المتعلقة بالمرض المصاب فيه كيف يستطيع أن يلتزم بنظام غذائي صحي كيف يستطيع أن يعيش حياة صحية فيها ممارسة رياضة بشكل مستمر كيف يدير المرض مع الطبيب يتابع بفحوصات دورية وبفحوصات مستمرة كيف يلتزم بأخذ الدواء كيف يعيش حياة صحية مثل ما قلنا فيها نشاط بدني فيها نظام غذائي صحي فيها عادات نوم صحية وصحة نفسية جيدة فلما يتكامل كل هذه العوامل ونقدمها لمريض السكري من خلال برامج وفعاليات سنذكرها بعد شوي فنستطيع أن نحن نسهل على مريض السكري كيفية أن يدير مرض ويعيش حياة صحية وسليمة مثل مثل أي شخص عادي بالإضافة لذلك مثل ما قلنا نقدم المعرفة والوعي عن مرض السكري للأشخاص المصابين من خلال المحاضرات والبرامج المختلفة التي تقام صحيح دكتور فاطمة متعددة هي الفئات العمرية المستهدفة كيف يتم توعيد كل فئة من هذه الفئات كلا بأسلوبه الخاص وفقا لمستوى أو درجة فهمك كذلك نعم الفئات التي نستهدفها من خلال الجمعية تشمل كافة أفراد المجتمع يعني لا نركز على شريحة معينة بالعكس نحب نصل لأكبر شريحة ممكنة من الكبار والصغر البرامج التي نقدمها تختلف فيها الفئات المستهدفة من برنامج الآخر يعني عندنا على سبيل المثال حملة البطل الخارق نركز في هذه الحملة على طلاب المدارس فقط في حملة وقايا وتعايش نركز فقط على فئات المجتمع كافة ومش الأطفال فلما نركز في كل حملة أو برنامج على فئة معينة نصل لها من خلال البرامج التفاعلية من خلال ورش العمل المحاضرات نصل مثلا في حملة البطل الخارق والتي مؤخرا أقيمت يعني شاركت كثير من المدارس فيها يعني حوالي فوق الأربعين مدرسة شاركت في هذه الحملة فوصلنا واستهدفنا فوق الأربع تالاف طالب شارك من كافة هذه المدارس واستفاد من الورش التي تقدم لهم مثل ما قلت بطريقة تفاعلية يعني الطفل في النهاية أو الطالب يحتاج طريقة يستطيع أن يفهم من خلالها المعلومة أو يعني نزيد عنده نسبة الوعي والمعرفة عن مرض السكري وكيف أن الأطفال المصابين في السكر في هذه المدارس يستطيعون أن يلعبون دور البطل الخارق ويساهمون في وقاية وتوعية أقرانهم في المدارس من خلال الفعاليات التي أقيمت فمن خلال كل حملة منفصلة نستهدف فئة مختلفة ومثل ما قلت هدفنا نصل لأكبر شريحة ممكنة يعني نقدم لها المعرفة والوعي والذي هو أساس لتغيير العادات والنمط الصحي لكافة أفراد المجتمع الآن الفرد إذا كان عنده مستوى عالي من المعرفة والوعي الصحي ليش أنا أحتاج أني مثلا أمار السلوك صحي ليش أحتاج أقي نفسي أصلا من السكري شو المضاعفات اللي ممكن تنتج من إصابتي في السكري فلما يكون فيه يعني كمية من الوعي والمعرفة عند أفراد المجتمع رح يكونون قادرين أكثر أنه بالفعل يعني يتجهون نحو نمط حياة صحي ووسلوكيات صحية صحيح طيب يعني فيما يخص منتسبي الجمعية هل لنا نطلع على أعداد المسجلين في الجمعية أو إحصائية أعداد المنتسبين لجمعية أصدقاء السكري نعم المتطوعين حاليا في تزايد مستمر حاليا الرقم الأخير كان حوالي 23 متطوع وبالنسبة للأعضاء اللي يندرجون تحت الجمعية عندنا 15 عضو يعملون تحت الجمعية طيب يعني الإرشادات الوقائية اللي تقدمونها للسادة المشاهدين لكل من يتابع كذلك أنشطة جمعية أصدقاء السكري فيما يخص الاكتشاف المبكر لهذا المرض وآلية التعامل مع هذا الاكتشاف نعم نقطة أساسية ننصح فيها كافة المشاهدين الآن الفحوصات الدورية بشكل مستمر اللي نكشف من خلالها عن الإصابة بمرض السكري أو حتى الأمراض المختلفة الأخرى أهمية هذه الفحوصات يعني نحن لما بشكل دوري مثلا كل سنة أو تختلف دورية هذه الفحوصات من شخص الآخر حسب الحالة المرضية لكن بشكل عام نحن نقدر نقول بشكل سنوي الفحص للكشف المبكر عن طريق فحوصات الدم نكشف من خلالها عن الإصابة بالسكر أو القابلية أنها الشخص معرض أو عنده قابلية أنه يصاب بالسكري أو لا وبعد ذلك يتم اتخاذ الإجراء إذا يحتاج أدوية إذا يحتاج أبر أو إذا يحتاج تغيير في نمط غذاء أو نمط حياة الصحي الفحوصات هذه جدا مهمة ما نقلل من أهميتها يعني إذا قدرنا نكشف بشكل مبكر عن إصابتنا بالسكري أو حتى أننا نقابلين للإصابة ولا لا رح نستطيع أن نتحكم في حياتنا ونستطيع أن نجنب أنفسنا أن نصل لمرحلة فيها مضاعفات ومخاطر كثيرة من الإصابة بالسكر فالفحوصات بشكل مبكر جدا أساسية ومهمة على كل فرد أنه يلتزم فيها بالإضافة أيضا للأشخاص المصابين بالسكر يعني نحن ما نقلل أهمية أن مريض السكر يتابع بشكل دوري مع طبيبة يقوم بإجراء الفحوصات الدورية بشكل مستمر مع طبيبة حتى يتابع حالة المرض وشو المضاعفات التي لا سمح الله قد نتجت من أصابته بالسكري الفعاليات التوعوية متنوعة وهي ثابتة ضمن أجندة أنشطة الجمعية طوال العام ذكرتي جزء منها دكتورة فاطمة نعم أبرز الفعاليات التي الجمعية تحرص عليها في كل عام عندنا حملة البطل الخارق التي ذكرتها من قليل ومثل ما قلت استهدف فقط طلاب المدارس والله الحمد حملة تلاقي نجاح كبير ومشاركة ودعم من كافة المدارس ودعم من كافة الجهات التي كانت معنا في هذه الحملة وتركت أثر كبير يعني كثير من الفحوصات تم إجراءها في خلال هذه الحملة فحوصات الكشف عن السكر وغير هذه الحملة عندنا حملة الدائرة الزرقاء التي نستهدف من خلالها نحن ننشر الوعي أكثر عن مرض السكري ونعزز قيمة أو أهمية النشاط البدني وممارسة الرياضة كسلوك صحي نقي فيه أنفسنا من الإصابة بمرض السكري يعني في العام الماضي كانت الحملة هذه حرصنا فيها أن تكون الفعالية عبارة عن جولة الدراجات الهوائية فعززنا من خلالها قيمة الرياضة وأهمية الرياضة وممارسة الرياضة بشكل مستمر عندنا أيضا حملة وقايا وتعايش التي تستمر على مدار العام والتي أيضا نحرص فيها بشكل مستمر أن نوعي كافة أفراد المجتمع عن أعراض المرض السكري شو المخاطر التي تنتج عنها كيف نتحكم ونتأقلم ونتعايش مع مرض السكري وكيف نجنب ونقي أنفسنا وهذا جدا جانب أساسي ودور كبير تحرص عليها الجمعية صحيح دكتورة ولو سريعا تكامل دور جميع أفراد المجتمع هل تعتبرونه مهم للوقاية من مرض السكري؟ نعم مثل ما قلت في البداية مسؤولية الصحة ليس فقط دور جهة وحدة أو مؤسسة وحدة الكل يلعب دور كبير وأساسي في دعم الصحة وفي تعزيز الصحة نحن كأفراد نعيش في أسرنا مع أطفالنا مع والديننا مثلا في المنزل العاملين في القطاع المدرسي أو في المدرسة العاملين في المؤسسات المختلفة فالكل يلعب دور كبير وأساسي في أن أنشر الوعي حواليني وأعز السلوكيات الصحية أنشرها مثلا أنا كأم أو أب في أسرتي مع أفراد أسرتي أنا كمعلمة في المدرسة مثلا مع الطلبة عندي في المدرسة فالكل يلعب دور أساسي وكبير في أن هدفنا الأساسي نقي أكبر شريحة ممكنة من الإصابة بالأمراض وكثير من هذه الأمراض للأسف منتشرة تغيير فيها يتعلق بنامط حياة ويتعلق بسلوكيات بسيطة وخطوات بسيطة فهو دور كبير وتكامل صحيح أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في جمعية أصدقاء السكري في تحقيق الأهداف المرجوة من مثل هذه المبادرات والأنشطة والفعاليات شكر موصول لأعضاء الجمعية للمنتسبين والمتطوعين شكر موصول أنت كذلك بشكل خاص دكتورة فاطمة الزرعوني عضو جمعية أصدقاء السكري شكرا جزيلا العفو يا أهلا فيكم أهلا وسهلا